نوصل شرحنا للوحدة الثانية من مقرر أخلاقية المهنة وهو الوحدة التي تحمل عنوان النظرة الأخلاقية الإسلامية للعمل كنا شرحنا العنصر الأول وهو خصوصية النظرة الأخلاقية الإسلامية بشكل عام نأتي الآن إلى تخصيص أكثر وهو أخلاق العمل في الإسلام من البداية يمكن أن نذكر بأن مفهوم العمل عبر التاريخ تطور يعني اليوم اجتماعيا العمل قد يحظى بنوع من الاهتمام وبنوع من الاحترام وليس حتى كل العمال اليوم إلى حد الآن كما نلاحظ أنه في عديد الثقافات هناك بقايا لاحتقار العمل اليدوي العمل اليدوي يعني حتى الثقافة المتداولة الثقافة لا مثقفة كما يقول بير بورديو العالمي الاجتماعي في فرنس في احتقار العمل اليدوي لكن لو نتابع تاريخية ظاهرة العمل وتاريخية مفهوم العمل ماذا نجد؟ نجد أن العمل منذ المجتمعات القديمة منذ المجتمع الإغريقي ثم المجتمعات المسيحية الأولى ثم المجتمعات المجتمع الإسلامي ثم في العصر الحديث ثم العصر الراهن ماذا نجد؟ نجد أن مفهوم العمل قد اختلف وتطور من حقبة إلى حقبة ففي البداية كان العمل محتقر العمل خاص بالعبيد المجتمع الإغريقي يعتبر كما يقول أرستو التفكير هو شغل الرجال الأحرار طيب من هم الرجال الأحرار؟ رجال الأحرار الذين لا يشتغلون بالأعمال اليدوية التي كان يحتقرها الأغريق والتي خاصة بالعبيد والنساء فإذا العمل اليدوي هو عمل حتى في المجتمع الروماني رغم كل ما تركته هذه المجتمعات من أثار معمارية وأثار عملاقة إلا أنهم كانت مجتمعات طبقية مجتمعات أرستقراطية فيها طبقة النبلاء والسادة التي لها الحكم مثل ما ذكره أفلاطون في كتاب الجمهورية في تقسيم المجتمع وطبقة الحكام ثم طبقة الحراس ثم طبقة الصناع أو العمال وإلى حد ما ما استعاده في مباعد الفرابي في آراء أهل المدينة الفاضلة إلى غير ذلك باختصار شديد المجتمعات القديمة حتى المجتمع المسيحي الأول كان يحتقر العمل اليدوي متى تمت استعادة فكرة أهمية العمل في الثورات الصناعية الحديثة يعني في العصر الحديث في العصر الحديث اتضح أن يعني خاصة مع المجتمعات البرجوازية التي ظهرت التي تقوم على الصناعة والتي ظهرت منذ اختراع الآلة البخارية وتحول العمال من الرياف إلى المصانع في إنجلترا وبعد ذلك في فرنسا وتكون المدن الصناعية الأولى إلى غير ذلك اتضح منذ تلك العصر عن قرن السابع عشر والثامن عشر اتضح أن مصدر الثروة الجديد هو العمل وهو ما أكده في بعض علماء الاقتصاد السياسي مثل آدم سميث وداود ريكاردو آدم سميث في كتابه الشهير ثروة الأمم فالعمل اتضح في العصر الحديث أنه هو مصدر الثروة الوحيد فبتأ الاهتمام خاصة في أعمال التجارية أولا ظهرت الأعمال التجارية البحرية ثم الأعمال الصناعية يمكن أن نقول أن الإسلام كان استثناء لماذا كان استثناء؟ لأن في الظرفية التاريخية الإسلام في القرن السابع الميلادي والثامن والتاسع والعاشر الميلادي الإسلام يعتبر جاء في فطرة لاحتقار العمل خاصة العمل اليدوي الإسلام كان استثناء لماذا كان استثناء لأنه يحترم جدا العمل والعامل فالعمل في الإسلام كما نعلم جزء من العبادة وهو شكل من أشكال العبادة وهذا طابع التقدم حقيقة للذي يفكر والذي له النظر والتأمل والتفكير في جوهر وفي روح الإسلام الإسلام فعلا متقدم جدا على عصره في ذلك الوقت والدليل على هذا تابع معي المستعرض للتصفيف الموضوعي للقرآن الكريم يجد فيه نحو من 105 آيات تتحدث عن المهنة والعمل ويدل هذا على ضرورة ربط العمل بمبادئ الإسلام والإخلال بهذه العلاقة يسبب اضطرابا في القيم الإدارية وفي السلوك المهني يؤدي إلى الكساد المالي والتشرذب في مجتمع العمل وضعف الإنتاج قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه هذه دعوة صريحة للكسب والإجتهاد قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا أو سخريا السخريا هو العمل يتخذ بعضكم بعضا مساعدا في إنجاز أعمال مشاركا في إنجاز أعمال بأجر طبعا قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله إذن واضح هذا الأمر ثم كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حفى على العمل وبيّن أنه خير الكسب انظر معي هذا الحديث الشريف الرائع العميق الأبعاد ماذا يقول ما أكل أحد طعاما خيرا له من عمليته واضح وعده عليه الصلاة والسلام من الجهاد في سبيل الله تعلمون قصة ذلك الحديث حينما مر مجموعة من الصحابة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم مع هذه المجموعة ومر عليهم شخص يحمل لباس ثوب عملي لغير ذلك فسأل بعض الصحابة إن كان هذا الشخص فعلا يعني هو لو ذهب وتعبد بدل العمل وبدل الكسب واتجه إلى تفرغ للعبادة والزهد لكان ربما ذلك أفضل فأجابه عليه الصلاة والسلام بقول الشريف ببعد نظر يعني فحلا يعني تستدعين إلى التوقف عندها يقول يقول انتبه انتبه هذا الشخص الذي تراه بثوب العمل إن كان خرج يسعى على ولده صغارا على أبنائه فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفوها فهو في سبيل الله ماذا يعفوها؟ يعفوها من السؤال يعفوها من المذلة يعفوها من الحاجة فكل هذه الأشكال هي من العمل فهي عبادة وإن كان خرج ريان ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان في واقع الأمر هناك الكثير من الأدلة على هذه المنزلة